بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية يظنون بالله أي المنافقون ظن الملة الجاهلية التي لا يعرف الظن فيها قدر الله وعظمته فهو ظن باطل مبني على الجهل والظن بالله على نوعين أولا أن يظن بالله خيرا وله متعلقان ألف متعلق بما يفعله في هذا الكون فهذا يجب عليك أن تحسن الظن بالله فيه با متعلق بالنسبة لما يفعله بك فيجب أن تظن بالله أحسن الظن بشرط أن يوجد لديك ما يوجب الظن الحسن وهو الإخلاص والمتابعة ثانيا أن يظن بالله سوءا مثل أن يظن في فعله سفها أو ظلما أو نحو ذلك فإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب كما ظن المنافقون وغيرهم غير الحق الدليل الثاني وقوله الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية المراد بهم المنافقون والمشركون فالسوء محيط بهم جميعا من كل جانب قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا هذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عقيب غزوة أحد تحت بحث الحكم والغايات المحمودة التي كانت فيها وخلاصة ما ذكره في ظن السوء أولا أن يظن أن الله يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضم حل معها الحق ثانيا أن ينكر كون ما جرى بقضاء الله وقدره وكيف يكون في ملكه ما لا يريد ثالثا أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد وخلاصة ما ذكره للعلاج من ظن السوء أولا معرفة الأسماء والصفات معرفة حق لا معرفة تحريف وتأويل ثانيا اهتمام العاقل بهذا حتى يظن بالله ظن الحق لا ظن السوء وظن الجاهلية ثالثا الرجوع إلى الله بالتوبة من المعصية إلى الطاعة والاستغفار رابعا أن تظن بنفسك السوء فالإنسان محل النقص والسوء المسائل الأولى تفسير آية آل عمران يظنون بالله غير الحق والضمير للمنافقين الثانية تفسير آية الفتح الظنين بالله ظن السوء والضمير للمنافقين الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر وضابطه أن يظن بالله ما لا يليق به الرابع أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه ففتش عنها والحقيقة أن الإنسان هو محل النقص والسوء وأما الرب عز وجل فهو محل الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر